ثقافية عديدة هو صلاة غنائية ومديحية وفلكلورية احتضنتها دار الشباب القديمة بمدينة ألاك ضمن فعاليات السهرة الثانية من الأسبوع الوطني للثقافة والشباب والرياضة المدرسية تميزت الليلة الثانية بمشاركة فرق فنية ومسرحية جاءت من مختلف مقاطعات الولاية وسط حضور جماهري كبير مجمل الأدوار الفلكلورية والمسرحية المقدمة هنا على منصة العروض عكست خصوصية المنطقة وما تتميز به من مقدرات ثقافية واقتصادية مهمة جميع ثقافة الشعب الموريتاني وثقافة هذه الولاية سيتم نفض القبار عنها من خلال هذا المهرجان الثقافي الذي يعد الآن في نسخته الثانية هنيعا لجميع ولايات وطننا الحبيب وتركز هذه النسخة من الأسبوع الوطني للثقافة في ولاية البراكنا على تشجيع المواهب وتعزيز القدرات المعرفية والثقافية لدى الشباب وأطفال المدارس عبد الودود لسيدنا الموريتانية مدينة ألاك ترجمة نانسي قنقر